في ظل تصاعد حدة الخلافات السياسية في العراق قال مجلس القضاء الأعلى إنه ليس مختصا بحل البرلمان واكدا احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات القضائية والتشعية وتنفيذية المنصوص عليها في الدستور وذلك ردا على دعوات زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر لحل البرلمان تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع دعوة الطيار الصدري لتظيم تظاهرة مليونية سلمية موحدة جميع المحافظات العراقية نحو ساحة التحرير في بغداد التي تشهد توترا شديدا لسبب اعتصام أنصر الإطار التنسيقي في منطقة الجسر المعلق ومؤيدي طيار الصدري المعتصمين منذ أسابيع خارج مبنى البرلمان فهل يتجه المشهد العراقي لمزيد من التعقيد؟ ليس من اختصاصنا حل البرلمان كان هذا جواب مجلس القضاء الأعلى في العراق على طلب زعيم التيار الصدري منه حل البرلمان لكن المجلس أكد أيضا الحاجة لتعديل بعض بنود الدستور بحيث تجيز للقضاء لاحقا البت في بعض الأمور الخلافية الواق الكثير من المواد الدستورية موجودة بالدستور العراقي الغامضة منها المادة 114 كذلك المادة التي تفسر موضوع الكتلة الأكبر هناك الكثير من الاختلافات بالتالي من يتحمل عدم التعديل هو الحكومات التي مرت الحكومات الخمسة على عدم تعديل الدستور العراق وليس هذه الحكومة الحالية تفسير القضاء العراقي جاء متزامنا مع دعوة زعيم التيار الصدري أنصاره للخروج في مظاهرات حاشدة لم يحدد موعدها بعد مراقبون اعتبروا أن رد فعل التيار الصدري قد يكون أكبر خلال المرحلة المقبلة حيال مسألة حل البرلمان إن أصرت قوى الإطار التنسيقي على منع حصول ذلك لا يحق لمدلس القضاء العلا حل البرلمان فلم يعد أمام القوى السياسية سوى الجلوس على طاولة حوار من أجل وصول إلى حل توافقي العبور هذه الأزمة إما بتشكيل الحكومة التوافقية أو اللي يبقى على هذه الحكومة الحالية لمدة سنة حتى يتم تعديل القانون للانتخابات ومع وجود ضغط جماهيري من هذا الطرف ومناورات قانونية من ذاك تبقى الساحة العراقية تعيش حالة سداد سياسي عميق أسبوع واحد هي المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري لحل البرلمان وبخلاف ذلك قد يكون لجمهوره رأي آخر في العملية السياسية برمتها حسب ما يحذر منه مراقبون حيدرلا أساديسكا نيوز عربية بغداد دقاشا لكل ذلك أرحب بضيفي من بغداد الكاتب والصحفية سيد مجاشح التميمي والكاتب والباحث السياسي أيضا السيد إبراهيم أسراج أهلا بكم ضيفي أبدأ معك سيد التميمي بالسؤال عن أحدث الاشتباكات بين التيار والإطار ومجلس القضاء الأعلى من المسؤول إجرائيا عن حل البرلمان نعم شكرا جزيلا لكم وتحية لجمهوركم ولضيفكم الكريم بالتأكيد الدستور العراقي وضع عالي لحل مجلس النواب لكن واضح جدا أن هذا الدستور العراقي معطل وأن هذا الدستور لم يعد قادرا على جمع كل هذه التناقضات داخل العملية السياسية من المشاكل وتعقيدات كبيرة لهذا السيد مقتل الصدر والتيار الصدري ذهب إلى المحكمة الاتحادية لحل مجلس النواب باعتبار أن المادة 64 غير قابلة للتنفيذ خصوصا وأن هذا البرلمان هو تسيطر عليه غالبية القوى التابعة للإطار التنسيق وبهذا فمن غير المعقول أن تلجأ هذه القوى لحل البرلمان ذهب السيد مقتل الصدر والتيار الصدري إلى المحكمة الاتحادية حسب المادة 93 من الدستور باعتبار أن المحكمة الاتحادية هي من لديها الصلاحية لتفسير مواد الدستور والتيار الصدري ذهب حسب المادة 92 و93 من الدستور التي تعطي صلاحيات كبيرة لهذه المحكمة الاتحادية ولا صلاحية فوق صلاحية هذه المحكمة ولا علوية وأيضا باعتبار أن المادة خمسة من الدستور وهي التي تؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات لهذا فإن أمام المحكمة الاتحادية مهمة تبسير إمكانية حل مجلس النواب حسب ما يريده التيار الصدري وأيضا حسب قوانين مفسرة أيضا حسب القانون المدني الذي يعتبر أن هناك بعض الأسانيد التي تتسبب الآن وممكن من خلالها حل مجلس النواب باعتباره لا يوجد لديه مشروعية المنجز وأيضا للأسب أخلى بالدستور بخلال تعطيل المواد الدستورية سيد سراج عند بداية هذه الأزمة وتصعيد طيار الصدري باعتصامه داخل مبنى البرلمان تحدثت قوى سياسية داخل إطار تنسيقي أنه لا مانع لديها من إجراء انتخابات مبكرة السبيل لإجراء الانتخابات هو بحل البرلمان أولا لماذا رحبت بداية والآن تتمسك بعدم حل البرلمان هل غير الإطار التنسيقي من تكتيكه بعد خروج أنصار الصدر من مبنى البرلمان تحية لك ولضيحكي الأستاذ مجاشع التنيني حقيقة هو ليس موقفا بقدر ما كان هو قد يكون موقف متسرع ولكن بعد مراجعة شاملة للأحداث أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل عدم وجود برلمان لأنه من يصوت على موعد انتخابات هو مجلس النواب عراقي الثاني أنه هناك قرار من المحكمة التحادية حول انتاج انتخابات وهذا القرار ملزم للسلطة التشريعية ولمفاوضين انتخابات بإجراء تعديلات على قانون انتخابات وإلغاء فقرة العد والفرس اثنين الأخطر من ذلك أنه لا يمكن حل البرلمان في ظل هذا الظروف لا يمتلك الصلاحية لحل البرلمان إلا البرلمان نفسه ووفق المادة 64 من الدستور والآن التأكيد من قبل مجلس القضاء الأعلى في جلسة اليوم أكده ومن خلال الاجتماعي بأن حل البرلمان لا يتم إلا عبر بوابة مجلس النواب وعبر آليتين ذكرها الدستور العراقي في المادة 64 التي هي من خلال تقديم طلب من ثلثين نواب يعني 110 نائب يقدمون طلب ثم يتم التصويت عليه إذا حصل النصاب يحل مجلس النواب وهذه هي أنا أعتقد لا تحصل الآن الأسباب الآن لا يمكن الآن الذهاب بدون مجلس النواب ولكن ألم يتم النظر في هذه الأسباب والمعطيات سابقا يعني أعتذر المقاطعة هل كانت تصريحات متسرعة من قيادة أو قادة الإطار التنصيقي أم أنها كانت مناورة حتى لتخفيف حدة الاحتقان بالنسبة لقواعد الطيار الصدري والوصول إلى خروجهم من داخل مبنى البرلمان أنا أحسبها مناورة ما يعني هو الآن كانت قد تكون مناورة من بعض القيادات الإطار ولكن هي في الأغلب أنه لا ينتم الآن حل البرلمان أو الذهاب للانتخابات لأن هذا المطلب أيضا سوف يطيل حكومة عمر حكومة الكاظم من متهية الصلاحية أو حكومة تصريف الأعمال وهذا ما لا يريده الإطار الإطار الآن يذهب تحركات الإطار هو من أجل تعاقد جلسة بجلس النواب وهذا ما كل الفرقاء السياسيين أغلبهم الآن يتفاوضون ويتحدثون في جلساتهم ورقائتهم حول إمكانية تعاقد هذه الجلسة قد تكون خارج بغداد وقد تكون داخل بغداد لأن الخطوات الدستورية يجب أن تسير وفق ما أريد لها سأعود إليك حول نقطة رئيس الحكومة المكلفة السيد مصطفى الكاظمي لماذا اليوم هناك رغبة بتسمية حكومة جديدة وسيد الكاظمي هو من أوصل المشهد إلى انتخابات مبكرة استجابة لكل مطالب تشرين يعني ما مأخذ الإطار على استمرار الرجل في رئاسة الحكومة سأعود للإجابة على هذا التساؤل ولكن قبلا سيد التميمي سابقا تعودنا أن تكون دعوات السيد الصدر لقواعده ليتظاهر كل في محافظته وبغداد تكون كذلك مركزا لتجمع الصدريين هذه المرة يقول الجميع يتجه إلى بغداد إلى ساحة التحرير تغيير كذلك هذا التكتيك التظاهري ما هي الرسالة منه وما هو هدف السيد الصدر من ذلك نعم بالبداية لا بد من القول أن المحكمة الاتحادية هي من إلها الحق في تفسير الدستور سأتي على ذكر المحكمة الاتحادية في نحو اللاحظ هي محكمة مستقلة إداريا وماليا نعم ولكن حتى لا نعبر هذه النقطة السيد مقتد الصدر ورصل إلى قناعة والتيار الصدري أن أي تغيير لا يمكن أن يحصل من طرف جهة سياسية واحدة لهذا السيد مقتد الصدر منذ الأزمة وهو يحاول أن يشرك جميع الأطراف في هذه التظاهرات باعتبار أن هذه التظاهرات هي تظاهرات إصلاحية وليس التظاهرات لفئة معينة مطلبية تريد تحقيق بعض المصالح لأطراف سياسية معينها لهذا دائما ما يحاول التيار الصدري أن يؤكد على أن المطالب الشعب العراقي في مقدمتها محاربة الفساد القضاء على البطالة على الأقل محاربة البطالة محاربة الفقر كل هذه تضرر بها الشعب العراقي ولدينا نسب مرتفعة من البطالة والفقر والجهل والجريمة لهذا السيد مقتد الصدري يدعو كافة الأطراف على الأقل مساندة التيار الصدري في هذه الظروف لأن تكون هناك شرعية وبالتأكيد الآن واضح جدا أن هناك اعتصامات وتظاهرات مستمرة من قبل التيار الصدري هذه الاعتصامات كبيرة وتزداد يوما بعد يوم وهناك للأسف الشديد كانت بعض الخلافات بين التيار الصدري والقوى المدنية واضح أن هناك تقاربا كبير لأن القوى المدنية تريد ضمانات من أن السيد مقتد الصدر سيستمر وأن لا يذهب إلى حوار ومن ثم الذهاب إلى تسوية الأزمة الوضع في العراق معقد والمشاكل الكثيرة لهذا على جميع أفراد الشعب العراقي أن يشاركوا في هذه الاحتجاجات التي يراد منها تصحيح المسار العملية السياسية في العراق لهذا السيد مقتد الصدر دائما ما يحاول أن يشرك جميع وخصوصا التواهر المليوني التي تستعد لها قوى التيار الصدري الآن في بغداد دون أن يحدد لها لحد هذه اللحظة لكن واضحا جدا أنهم يريدون أن يشركوا جميع الجهات السياسية وأفراد الشعب العراقي والمتضررين من هذه العملية السياسية التي أفقدت العراق الكثير وخسرت العراق من موارده المالية بحدود 1.250.000.000 كل خسائر للأسفة الجديد كانت نتائجها سلبية على الشارع العراقي فعلى الشارع العراقي اليوم بحسب رأي سيد مقتد الصدر أن يتضامنوا مع دعوات سيد مقتد الصدر على الأقل لمعالجة هذه الهفة الكبيرة جراء الفساد وعندما يقول التيار الصدريين موقف المجلس الأعلى للقضاء من حل البرلمان هو موقف معلوم ومعروف إلى ماذا يشير؟ نعم في الفترة الأخيرة وجهت بعض الانتقادات من قبل التيار الصدري إلى مجلس القضاء الأعلى وهذه الاتهامات وصلت ورد مجلس القضاء الأعلى باعتبار أن من أعاق تسيير مشروع سيد مقتد الصدري في تشكيل حكومة أغلبية وطنية هو القضاء العراقي وبالتحديد المحكمة الاتحادية لهذا هناك بعض الشك والريبة بين التيار الصدري والسلطة القضائية من أن السلطة القضائية تميد بعض الشيء إلى إطار التنسيق ولهذا نلاحظ أنه دائما ما تكون هناك مشاحنات وهناك بعض التصريحات المتبادلة بين الطرفين لكن رغب كل هذا فيبدو أن السيد مقتد الصدر حريص جدا على أن يكون أي تغيير ضمن السياقات القانونية والدستورية لهذا لجأ إلى المحكمة الاتحادية قبل أيام من أجل تقديم مجموعة من الدعاوة لحل مجلس النواب باعتبار هذا المجلس أخلب الكثير من الصلاحيات التي منحت له عطل الدستور لهذا نلاحظ أن هناك بعض المشاحنات على الرغم من أن اليوم البيانة التي صدرها من مجلس القضاء الأعلى وين كان مجلس القضاء الأعلى من وجهة نظر التيار الصدري ليس هو المسؤول عن حل مجلس النواب حسب ما يريد وإنما المحكمة الاتحادية التي هي مستقلة إداريا وماليا عن مجلس القضاء الأعلى سيد سراج لماذا يصر الإطار على شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء لماذا يصر عليه نوري المالكي هل لثقة في الرجل أم فقط لعدم كسر إرادة الإطار أمام قواعده سيدة فرض بس أنا صحيح لك العبارة يعني محمد الشياع مرشح الإطار هو بإجماع القيادة الإطار وليس فقط المالكي ولكن هذا يقود إلى نقاش آخر اليوم من صاحب القرارة والصوت الأعلى إن كان هو رئيس اتلاف دولة القانون أم أن قادة الكتل السياسية المتحالفة ضمن قوى الإطار لها أيضا رأي مسموع هناك خلافات داخلية لا يتسع الوقت للحديث عنها ولكن لنسأل اليوم هل هو إصرار على محمد الشياع السوداني أم فقط عدم رغبة في كسر إرادة الإطار أمام قواعده لا أبدا يعني اختيار محمد الشياع كان هو ضمن انتخابات جرد داخل إطار التنسيقي وتم الاستقرار على محمد الشياع محمد الشياع أولا سجل له الوظيفي يعني من خلال وجوده في السلطة التشريعية السلطة التنفيذية والتشريعية لم تسجل عليه حتى شبهة فساد اثنين الرجل التنفيذي ولو إديهم برنامج حكومي ناجح برنامج حكومي خدمي يشمل عدة محاور ويعالج كل الأزمات الموجودة الآن الاقتصادية وما شابه ذلك البطالة والفساد أزمة الفساد أزمة السكن أزمات أخرى يعالج محمد الشياع السوداني ولكنه أفجر أزمات أخرى في الشارع اليوم المشهد مأزوم تماما محتق في الشارع بسبب هذه التسمية التي يصر عليها الإطار ليس بالضرورة أن ينال محمد الشياع السوداني يرضى كل الكتلة السياسية ليس بالضرورة يعني محمد الشياع السوداني هو الذي اختاره الإطار التنسيقي باعتبار الكتلة الأكبر وباعتبار أنه الخطوات الدستورية تجبره وتلزمه كاستحقاق وطني أن يقوم ويرشح الشخص رئيس وزراء من قبله باعتبار الحكس بالتوافق السياسي لماذا اختاره محمد الشياع؟ محمد الشياع شخصية وطنية محمد الشياع لديه برنامج حكومي قابل للتطبيق وليس تنظير ولا كلام فارغ ولا كلام مجرد صفت كلام أمام مجلس النواب اثنين الرجل يلتزم بتنفيذ هذا البرنامج الحكومي الذي قد ذكره السيد محمد الشياع السوداني في أكثر من مرة وهو علاج لكل الأزمات وعلاج لكل المشاكل التي يعاني من الاقتصاد العراقي وما شابه ذلك فالذي يريد اصلاح العملية السياسية واصلاح السلطة التنفيذية أنا أعتقد من خلال محمد الشياع السوداني لماذا البعض يقف ضد محمد الشياع؟ لأنه خائف من نجاح حكومة محمد الشياع السوداني ولماذا يقف الإطار من حكومة محمد الشياع السوداني؟ سيد مصطفى الكاظمي هناك قراءات تقول اليوم أن الإطار التنفيقي يسر على هذه التسمية فقط لإنهاء مهام حكومة السيد الكاظمي لإبعاد الكاظمي من المشهد لا لا أبدا أولا هو ليس ملزم بمحمد المصطفى الكاظمي أبدا غير ملزم بحكومة محمد المصطفى الكاظمي أبدا لا يوجد إلزام ولا يوجد الحكومة هي حكومة تصريف العمال وأثبتت فشلها وإنها خرقت الدستور العراقي في أكثر من مفصل وإنها تصرفت وتمثل الآن 141 مليار دولار نتحدث عن مواقع دستورية الكتل قادت إلى عن التسمية لا لا الحكومة خرقت نعم نعم لا لا نتحدث عن السلطة التنفيذية إذا تحدثنا عن حكومة مصطفى الكاظمي فمصطفى الكاظمي كان أدائه سيئا جدا أمام الكتل السياسية وهذا الذي أربك الإطار التنسيقي لا يرغب بالتمديد لساعة واحدة لمصطفى الكاظمي يعني يبدو أنه التراءات صحيحة اليوم معضلة الإطار التنسيقي الحقيقية هي السيد مصطفى الكاظمي قبل الحديث عن أي انتخابات أخرى وربما أيضا هذا نقاش آخر لا يتسع له لا يتسع له وقت حوار الرادار ولكن النقطة المتعلقة اليوم بموضوع التسمية دستورية تسمية رئيس وزراء من الإطار التنسيقي باعتباره الكتلة الأكبر سيد التميمي أليس هذا الأمر هو واقع الأمور بعد انسحاب الصدريين من البرلمان استقالات الصدريين من البرلمان لا سيدتي العزيزة في العراق يعني كل المصطلحات السياسية تختلف اختلافا كبيرا يعني حينما نتحدث عن الكتلة الأكبر للأسف الكتلة الأكبر في العراق لم يسمح لها بتشكيل حكومة وهي الكتلة الصدرية لهذا يعني هناك من يتحدث عن الدستور وعن القانون ولكن للأسف الشديد نلاحظ أنهم هم من عطلوا الدستور وعطلوا القوانين تجاه العراق قضية التيار الصديALI مع محمد الشاعر السوداني ليست قضية شخصية هم ليست لديهم مشكلة مع السيد محمد الشاعر السوداني وهناك الكثير من يشيد بسيد محمد الشاعر السوداني لكن سيد مقتد الصديricting قد اتخذ القرار هو ومع موجة كبيرة من الشعب العراقي المحتجين على استبعاد المشروع السياسي الذي كانت تمضي عليه للحكومات السياسية في العراق وهو مشروع المحاصصة السياسية السيد مقتل الصدر انسحب من البرلمان وقال شكل للحكومة لكن التشكيل لا يكون على أساس نفس التجارب السابقة التي أوصلت العراق إلى هذا الفساد وهذه الفوضى لهذا التيار الصدي لن يسمح والشعب لن يسمح بأن يمضي أي رئيس وزراء حسب المشروع السابق وهذا الموضوع قد اتخذ والآن قوة لطار التنسيق وصلت إلى قناعة تامة وهم يريدون بذلك أن يحدثوا شرخا أو مشكلة بين السيد محمد الشيعة السوداني والتيار الصدي التيار الصدري لا يمانع بالسيد محمد وضحت هذه النقطة فقط لقرب انتهاء وقت هذا الحوار سيد التميمي حال رفضت المحكمة الاتحادية نهاية الأسبوع دعوة تيار في ما هي الخطوة القادمة ما هي خطوات التيار الصدري القادمة حال لم تنظر المحكمة أو نظرت فيها ولم تقر بإمكانية حال البرلمان واضح جدا أن خطاب الصدريين اليوم هو المضي في هذه الاحتصامات لحين تحقيق المطالب هناك تظاهرة مليونية وربما يتبعها التظاهرات لحين أن تستجيب جميع القوى السياسية إلى ذهاب إلى حوار حوار مسؤول ومن ثم يتفقون على مرحلة جديدة هي مرحلة مختلفة عن الثمانية عشر سنة الماضية مرحلة يجب أن تعالج الإشكاليات التي ظهرت خلال الفترة الماضية وواضح جدا أن الأطراف داخل الفضاء الوطني العراقي وهنا أتحدث عن المكون الكري والمكون السني قد اتفقوا من حيث المبدأ مع رؤية السيد مقتد الصدر بحل البرلمان لهذا أنا أتوقع أن جاء قرار المحكمة الاتحادية بعكس ما يريده التيار الصدري ستكون هناك ردة شعبية كبيرة من قبل التيار الصدري والمتعاطفين مع السيد مقتد الصدر وماذا أن أتى قرار المحكمة الاتحادية العليا سيد السراج بما يريد الصدريون بإقرار حل البرلمان هل سيستجيب الإطار التنسيقي لذلك؟ لا يعني هذه أولا أنه ليس من صلاحية المجلس القضاء الأعلى أو المحكمة الاتحادية حل البرلمان حل البرلمان واضح المواد الدستورية مادة 64 وتفرعاتها هي التي أوضحت وتظاهرة الإطار كانت يوم الجمعة الماضي كانت هي دعم الشرعية ودعم الدستور ودعم الخطوات الدستورية لذلك لا أعتقد المجلس القضاء الأعلى أن يخرق الدستور العراقي هناك 11 مادة تؤكد دستورية تؤكد على استقلالية القضاء العراقي وعدم تدخله في السلطات حل المجلس النواب ومصدر السلطة الشعب حتى بالدستور العراقي كذلك هل أنتم مستعدون لذلك لتشرين ثانية باختصار رسا سمحت في أقل من دقيقة الخطوات الدستورية اللاحقة ستعقد جلسة مجلس النواب الأسبوع المقبل إن شاء الله وستحدد الآن ولكن بعد النهاية بعد تصفية الأجواب بين حزبين الكردين أعتقد هذه خطوات جادة وتسير النوع نحو الأمام وصلت الإجابة على كل من بغداد ضيفي الكاتب الصحفية سيد مجاشر التاميمي والكاتب والباحث السياسية سيد إبراهيم السراج شكرا جزيلا لكم